ممكن تقول لي وجدنا هل إحنا كاسبتات ممكن ليه لو راجل عمل لنا كل حاجة ممكن ما نبقاش مبسوطين وممكن نبقى مبسوطين لو عمل أقل حاجة التفاوض ده جاي منين ده لو في لو أنت مقتنع عن فيه تفاوض أول مرة في حياتي أبقى في رأيي مفيدة أول مرة في حياتي عارفين بقى في آخر مرة أقلأ بس مفيدة قالت كلمة حلو قوي قالت له ما يمكن أنت مش شاطر بس دلوقتي الست أهم حاجة عندها سواء بقى هي شخصيتها إيجو سواء شخصيتها إن الراجل يعرف يحتويها ولا لأ فالراجل لو عارف يحتويها الست بترضى 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 ممكن في تفاوت في طريقة الاحتواء في راجل مش بيعرف عنده الموهبة دي مش عارف يقول إيه أو إيه إيه الطريقة اللي بيحتوي الشر التواق دي نظرية تاهت وحارفها الرجال لا الاحتواء الصح ما اللي كل استاتات متفق عليه متفق عليه هو الحنية هو أن حد يسمحها هو أن حد يسمعها مهمة جدا يسمحها لا مش يضحك عليه لا يسمحها كلام خلم هو إن طلباتها مش المادية العاطفية والمعنوية تبقى موجودة المادة موجودة على حسب أنا بشوف ستات طمعا جد بشوف كده بس لو هي في ست ممكن تعيش على حسب إمكانيات جزها دي هتبقى ست مش طمعا ملناش ضعبة بالطمعين بس أنا لعشان ما هربش برا الموضوع اللي عايز أقولولك إن أهم حاجة لاحتواء هل أنت شاطر زي موفيدة بتقول أنا فحيبا ولا الرجل لا الرجل في إنه تحتوي ست الستة هتبقى لو هي عندها ثقة بنفسها رادية بكل حاجة رادية بأقل حاجة لو عندها ثقة بنفسها ولو مش طمع هتبقى رادية طبعا بيها مين بقى اللي بيجيب للستة ثقة بنفسها أو لأ أول حاجة من الصغر من الصغر من الصغر عشان ما ننطش بكذا حاجة مش عايزين نط على الموضوع وأنا عايزة بس الأول أفهم برضو وجهة ناظر روبي لنها ست فيه اللي قاله الدكتور حساب إن إحنا للستات ممكن تعملي حاجة يتعملين حاجة كبيرة جداً ما ناخدش بالنا منها وممكن الراجل ما يعملش حاجة خالص وتبقى طايرة بوجوده في حاجة لا هو الست كأنمرود لا يربط لا مش كل الستات ما تعمميش ما تردش هابي ما تعمميش سيبيها تقول رأيها الست كأنمرود مش مع الراجل لو قعدت في البيت أنا زه أنا عايزة أنزل لو نزلتها أصلاً ما كان مش عاجبني هو على حسب هي نمرودة يعني مع أي شخص هي مع مين ملولة مش نمرودة لا مش ملولة الستة لما بتحب بتردى بأقل أقل أقل زي ما انتوا قمتوا كلهم كوائز إنت بقى بتبقى نمرودة لا تردى هي أصلاً مش حباك هي مش حباك فمش راضية إنت لو جبت لها الجنة مش راضية مش حباك قلبي هيحبك بالعافية بقى أنا كلامك وخلي بالك من كلام كويس جداً إن لو في ستات مش مش راضية لو في ستات مش مقدرة لجوازاتها بتعملها طبعاً مش بتحبه طبعاً ده رأيي وتحترم جميع القراء طبعاً ده رأييي أنا موفر على كده موفر على كده لا 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 الرضا ممكن الستة متحبش رجل وتقدره اللي جاب التقدير للحفظ لا 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 مفيش كده أنا لو أنا ما بحبكش مش هارضة على أي حاجة أصلاً مش حاب بعض معاك تقدره تقدره وتحترمه وها مش بتحبه التقدير ده اللي هو التباق لا لا ده الاحترام المتبادل طيب ده اتنين محترمين عايشين مع بعض بس في أنا الستة دي مش راضية مش بحاجة لا واحد مش بتحبه بس بتأثر اللي بيعلم هي ظروف منحكمت كده خلاص هي الستة دي ربنا خلقها كده هي عايشة مع راجل ما بتحبه مش هترضى بحاجة لو بتحبه هي أصلاً مش هتطلبه عدام مشكلة مع نفسها مش هترضى بحاجة وهي مش بتحبه عدام مشكلة هي تصلح نفسها ده انت روح تشوف الرابط لا 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 عبير عبير طبعاً نيسك تتخرف نيسك تتخرف انا بس عايزة رجع تاني للردى مفهوم كلمة الردى بالضبط كده ايه دي فناشن بتاع الردى الردى اللي هو ايه الردى الردى سواء كان الراجل او الستة الردى ده كان يعني دي ليه علاقة بالتربية والنشأة والدين ان انا واللي مش راضي مش راضي عن حاجات كتير يعني ملهاش علاقة بالعلاقة الزوجية يعني لو انا شخصي ما عنديش قناعة الردى هيبقى دي عندي في كل حاجة بحياتي انا مش راضي عن شغلي بس احنا لا احنا برضو مع الملات العلاقة الخاصة بين راجل وستة هم ما بيحبوا بعض اه او مخطوبين او متجوزين كويس معنى الكلام بزبط معنى الكلام كل نهارده اللي بتقال اننا للستة لو مش حبه الراجل اللي معاها هتبقى زنانة ونقاقة